من حال إلى حال مقولة يجسدها الواقع الإنساني لمأساة تعيشها هذه الأيام الحج عواطف عبدالله البالغة من العمر ستين عاما بسبب السيول والفيضانات التي اتاحت بيتها شرقي العاصمة السودانية الخرط عواطف وأسرتها المكونة من عشرة أفراد أمسوا ليلتهم هانئين في غرف مشيدة وأصبحوا ليجدوا كل شيء قد تغير منتظر الدوني خيام والدون عاكل وشطفوا لنا المودي تحاول عواطف التي استنفرت جاراتها فيما يبدو جاهدة إدراك ما يمكن إدراكه من متاع حياتها المعيشية وإن كان الأمر لا يبعد كثيرا عن الاستحالة إذ لا ماء ولا قذاء يسد رمقهم ولا مأوى يقيهم شر الصحابي الآخذ في الهطول في أي لحظة غياب مؤسسات الدولة المعنية بدرء الكوارث ومجابهتها عن أسرة عواطف الخاصة يقابل حضور الأهل ومساعدة الجيران حال عواطف وأسرتها كحال المئات من الأسر الأخرى لم يعد يسر عدوا ولا صديق فقدت معه كل شيء إلا عزيمة الصبر على البلاء ثلاثة أيام مضت حتى الآن على مأساتها وهي تطلب الغوصة فهل من مجيب؟ لا من مغيث ربما سوى مثل هذه المبادرة الشبابية الإنسانية التي سميت بالنفير والتي انطلقت من هذا المكان وسط العاصمة السودانية الخرطون مبادرة تقودها كما هو الحال هذه الأيام قطاعات الشباب التي تنظم نفسها عبر مواقع الفيسبوك وتويتر وغيرها وحدفهم الشاغل هو غوث المتضررين من السيور والفيضانات حاليا لأنه لا يوجد أي مؤسسات عمل الحياة يعني احنا ما شفنا حياة يعني أولا حتى المحاولات اللي احنا شفناها كلها كمحاولات ضعيفة أكثر من أنه الدفاع المدينة حول التلفونات لرغم الطواري بتاعنا مبادرة نفير ما فيه أكثر من كده تاني الوضع مأساوي جداً وأي زول بيقدر يساعد حق هو يساعد هي صورة من صورة الضامن والعمل الطوعي الذي يحاول جاهداً مقابلة قصور المؤسسات الرسمية والجرأة التي تتسم بصور عملها ربما تأتي بنتائج على الناس أكثر من غيرها عبدالباق العوض لبرنامج اليوم على الحرة الخرطوم